عرض رسمي في المفوضية الأوروبية لخطة العمل الطويلة الأمد الهدفة إلى تعزيز متانة اليورو واستدراك الوقوع في أزمات مالية مستقبلا خلال سنة ونصف من الآن قال رئيس المفوضية الأوروبية ستضع المفوضية برنامجا طموحا لتثبيت القدرة المالية لمنطقة اليورو وكذلك القدرة التنافسية المفوضية الأوروبية تقترح تعضضية في مجال أمور الديون السيادية وميزانية خاصة بمنطقة اليورو يقول المحلل الاقتصادي جونتران فولف إنها أوروبا بسرعتين فيها نكتشف ميزانية لمنطقة اليورو تفوق ميزانية الاتحاد الأوروبي مع مواكبة مؤسساتية بما في ذلك المراقبة البرلمانية على نطاق منطقة اليورو تتكامل مقترحات المفوضية الأوروبية مع الحاجة إلى الوحدة المصرفية داخل منطقة اليورو وهي موضع مناقشات القمة الأوروبية المقبلة